بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان لا على ظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز وما خلقت والجن والانسل اللي يعبدون منزل مانكاة والجن هذه العزيزة من المسيحة من المنسيحة في العزيزة من المنسيحة لأنعطي نمسيحة من المنسيحة إستمع بخيرا أننا기를 بإعطالك Мы не должны نعمل من خطة الحلبية إن فقط لو تقوم بناساولي فلنحن نعمل من فهي هي لماذا يجب ان تقوم بعمل لأننا عمل في مشكلة الحربية وточة هناك جميعemث يجب أن نعمل عمل أفضل وتقوم بحقت الحربية وهم نعمل من التقديم الله سبحانه وتعالى The Prophet صلى الله عليه وسلم said الدعا هو عبادة supplication is worship so the mu'min should supplicate often and should gain the benefit of something very simple and easy to do that has immense reward and the outcome will only come in your favor supplication you can only win from you will never lose by supplicating to your Lord سبحانه وتعالى and may Allah the Almighty grant us good in this life as well as the hereafter accept all of our supplications and forgive us of all of our sins and bless us with Jannah تفردوس and may Allah سبحانه وتعالى protect us from any and all forms of harm and the Muslims everywhere وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم وصلى الله وسلم وصلا